أعقد وزير الخارجية والهجرة دكتور بادر عبدالعاطي جلسة مباحثات مع نظير الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة بريكس خلال المباحثات نقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي والمشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليا كما تبحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينظر بينجرا في المنطقة إلى حرب إقليمية كما استعرض عبدالعاطي جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة